في ذل استمرار وجود حكومتين في ليبيا وتأجج الصراع على السلطة بين الفرقاء السياسيين بات الأمر واقعا يتعايش معه الليبيون معطى لما حله السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورليند حيث أعلن عن إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد دون الشرط حل الحكومتين السفير الأمريكي عندما يقول أنه لا ضرورة لتوحيد الحكومة قبل إجراء الانتخابات بل يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين هو يعني قطع الذريعة التي يتذرع بها أو تتذرع بها بعض الأطراف السياسية من أجل تأجيل الانتخابات وهي توحيد الحكومة أو الاعتراف بحكومة بشاغة بالنسبة لعقيل الصالح ومعسكر الشرق الليبي هذا المسار يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى حوار وإلى ملتقى سياسي حتى تتشكل حكومة يمكن أن يتوافق عليها الجميع إذن الرئيس السفير الأمريكي يريد أن يقطع الطريق على الذين يريدون تأجيل الانتخابات وحجتهم هي توحيد الحكومة يأتي هذا في وقت يواصل كل من رئيس مجلس النواب عقيل الصالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرية اجتماعتهما في الجناف السويسرية اليوم الثالث بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامس لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات بعد الجولات الثلاثة التي عقدت في القاهرة بين المجلسين دون التوصل إلى توفق بين الأطراف في خضم هذه التطورات طالبا 26 حزبا سياسيا ليبيا باتخاذ قرارات جدية تعالج جذور الأزمة في ليبيا وتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية مؤكدين تأييدهم الكاملة لخطوات المجلس الرئاسي لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين